نحن نواجه حلقة مؤلمة في زهور الدم لا يستطيع ثناء ديلان وباران التحكم في دموعهما كما قال فرات الحب صعد إلى أعلى المدخنة وسمعت أصوات القتال في القصر سيكون أهل المنزل فضوليين للغاية بشأن سبب قتال باران وديلان من ناحية أخرى لم يستطع ديلان أن يتحمل إخباره عن شرفه أخرج أودا غضبه بصفع باران بينما كان باران مهووسا بالفعل بالمعلم فإن الرسالة المليئة بالحب دفعت باران إلى الجنون دخل باران في أزمة غيرة لدرجة أنه يعتقد أن ديلان ينظر إلى متين بعاطفة لقد نفد صبر ديلان اعتقد باران أنه سيكون دائما على حق ولكن هذه المرة اصطدم بصخرة صلبة وبينما كان على وشك محاسبة ديلان أدرك أنه يحاسب حتى أن ديلان طرد باران من غرفته ولم يتوقع باران رد الفعل هذا من ديلان وتوقع أن يخيفه أو أن يتلقى اعتذارا من ديلان على العكس من ذلك لم يشعر ديلان حتى بالحاجة إلى شرح موقفه لأن باران بدأ يصبح ذكيا جدا دعونا نشاهد ونرى كيف مكياج ديلان وباران لقد قاموا حرفيا بإنزال الإطار الزجاجي في الغرفة تم طرح كل صورة جانبا في زهور الدم نفد صبر ديلان أصيب باران بالجنون سيدرك باران الآن كيف يجب أن يعامل ديلان ويتمنى أمنية ذهب باران في رحلات غيرة غير ضرورية لقد رأى نفسه كمنافس لماتين على الرغم من أن الأمر بدى مضحكا ولطيفا في البداية إلا أنه خرج عن نطاق السيطرة باران هذه الحلقة أصبحت مجنونة لقد حاول محاسبة المرأة التي لم يناديها حتى بالاسم فهمت ديريا نقطة باران الحساسة لقد حاول خداع باران من خلال وعده بترك ديلان ومتين وشأنهما عندما لا تستطيع ديريا قتل ديلان فإنها قد تستعد للتشهير به نفد صبر ديلان بينما يستسلم ديلان لكل هذا الهراء فإنه يصبح غاضبا من خطوة باران الأخيرة لقد شرح جيدا أين ومتى يعرف ماذا يفعل وأين يقف صفعة فقط يمكن أن تعيد باران إلى رشده وبينما كان ديلان يصرخ بأنه مضطر لتحمل هذا اللقب دخل باران في أزمات الرفض وبينما كان يحصل على ما يريد بموقفه المتغطرس استضم بصخرة صلبة مثل ديلان الآن يمكنه الركل أينما يريد أينما يريد أبكي بعيدا يا باران كالعادة غيرت ديريا ما هو مكتوب على ورقة الملاحظات لجعل الأمور تغلي حتى يمكن التلاعب بديلان اعتقد باران أن شيئا ما قد حدث بين ديلان والمعلم والآن بعد أن تم الكشف عن الحقائق نأمل أن لا يعتذر ديلان زهور الدم تفوح منها رائحة الغيرة موقف باران جعلنا نحن الجمهور نضحك لقد كان ديلان جيدا جدا في هذه الحلقة ولا يمكننا تجاهل هذا الموضوع لو أنهم أشعلوا ولاعة أثناء العشاء لا اشتعلت فيها النيران ديريا ضليعة في هذا الموضوع من ناحية أخرى بدأ في قمع باران وإثارة جنونه فلماذا تعتقد أن باران كان يشعر بالغيرة لقد وضع باران حاجزا بينه وبين ديلان لا يستطيع حتى أن يقول أسمه من الصعب جدا عليها أن تكسر هذه الجدران عندما بدأ قلبها ينبض ضده وعندما يأتي دور الخوف من الخسارة فهو ممزق بين الانشغال وعدم الرد لكن تعابير وجهه تفضحه وخاصة وجهه الذي يتحول إلى اللون الأحمر عندما يغضب أصبح ديلان أيضا متوترا أكثر فأكثر بسبب الأشخاص الجالسين على الطاولة كان يشعر بالقلق من أن يقاطعه الضيف لقد استمع بخوف إلى ما قاله معلمه لكننا كنا نعلم جيدا مدى نجاح ديلان وتصميمه وفي الحلقة القادمة ستستمر أزمات الغيرة مثل كل ضيف يأتي إلى المنزل يشعر متين هجى أيضا بالفضول الشديد بشأن قصة لقاء الاثنين تحاول ديريا محاصرة ديلان وجعله يتحدث عن معلمه عندما ينتهي باران عند الباب سيغضب مرة أخرى مما يسمعه فهم ديلان ما كانت ديريا تحاول القيام به ولن يعطيه الورقة الرابحة التي يريدها باران يكاد يبكي قام متين هجى بدخول المسلسل لدرجة أنه فاجأ باران بعيدا دخل باران في أزمة الغيرة كما أصبحت ديلان أكثر جمالا وتغير أسلوب ملابسها إذا استمر الأمر على هذا النحو سيبدأ متين هجى في علاج باران أزاد هو نفس أزاد في زهور الدم ليس غراما من التغيير لا يريد أبدا قبول ديلان لكننا نعلم جيدا أنه في النهاية سيقول أنا ديلان أنا ديلان بينما كان أزاد يتحدث حتى كودريت يشعر بالأسف على ديلان يواصل باران آغا الخاص بنا النفخة يستمر في تذكير ديلان بقواعد المنزل سوف يضعك ديلان قريبا في غيبوبة تدخل ديلان المشهولة إلى المطبخ وتطبخ على سبيل المجاملة لمعلمتها القادمة هل ستتوقف ديريا عن التسبب في المشاكل؟ يبلغ باران عن ديلان لحسن الحظ هذه المرة تتخذ ديريا الخطوة الصحيحة في الوقت المناسب يبدأ باران بالغيرة من استعدادات ديلان يريد ديلان تغيير ملابسه للترحيب بضيفه يطلب منه باران البقاء في الملابس التي تفوح منها رائحة الطعام حتى المساء لحسن الحظ ديلان لا تستمع إلى باران وتنزل الدرجة بفستانها الذي يقطع القلب ضيوفنا الذين يأتون إلى منزلنا لا يأتون خالي الوفاض ديلان التي تخاف من باران تتردد في أخذ زهرة المعلم أم لا؟ بالطبع هو مهذب ويأخذ الزهرة يأخذ باران الزهرة ويرميها بعيدا إنه لأمر مدهش كيف بالكاد استطاع ديلان أن يمنع من الضحك في هذا المشهد المشهد الأكثر إثارة في المسلسل هو عندما يتحدث المعلم عن أحلامه حول ديلان يشعر باران بالصدمة بالطبع تتبادر إلى ذهنه أحلام أخرى ومع ذلك فإنهم يتحدثون عن تعليم ديلان على الطاولة هذا الطعام هو السم لباران مشاهدين الأعزاء أقنعت علي بكذبة الحمل وبدأت تحلم بالزواج سيستمر زمرد في البكاء بصوت عال تمكن ديلان من إحضار كودريت إلى الطبيبي كان الملاذ الأخير لديلا هو إخراج كودريت من المنزل على كرسي متحرك ونقله إلى الطبيبي وعلم باران من الطبيبي متين أن والده عمل بشكل غير صحيح فيما يتعلق بصحته أتمنى لو أنهم تعاملوا مع هذا بهدوء مسبقا حتى السلطان الأصم سمع أن قدرت ذهب إلى الطبيبي وبطبيعة الحال اتخذ حسن اشتركوا في القناة